بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم القل يعتقد أن نوحا مجنون وأن ما يقوله هو من تلقاء نفسه وأنه يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء كذا حتى لما شرع في بناء الفلك أي السفينة كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام ابتعد عننا أيها المجنون واذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقتي واليها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عننا انصرف هاي واستمر هذا الأذى لموح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا لنذهب إلى هذه السفينة ونصخر من نوح هيا يا أخي اتبعني بالأخشاب حتى نساعد والدنا في بناء السفينة أنا معك يا أخي يافث لا تقلق يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حان إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا سعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام أما عن كنعان هذاايا من نظر حصلنا لدينا في حرج تطاعد حسنا في الفلسال حسنا إلى أن تخبط مؤمنون برسالة أبينا حسنا إلى أن يصدق لسى التعديل حسنا إلى أن يكين طاب صباحك يا عمي قطار طاب صباح الأميرة الجميلة هوزاء أرى أنك ترهق نفسك يا عمي هذا عمل يا ابنتي وأنا أنال عليه أجرا أعيش منه أنا وزوجتي قويسة وولدي مهدي عمي قطار أين مهدي؟ لم أره اليوم هو مريض بالبيت يشعر ببعض الحمة ها؟ مريض؟ نعم يا ابنتي مهدي هو سندي في الحياة أنا وأمه قويسة هو نور عيوننا أريد المال أريد المال أكون ثرياً أريد أن أكون سيداً مثل السراجي والسامق أريد العزة والجاه والسلطان ياود يا سواع أعطوني مالاً وسلطاناً لأفعل ما أشاء في هذه الحياة ماذا أنا فقير؟ أريد أن أكون غنياً أتزوج أميرة وأنجب أمراء وأعيش في قصر كبير أعطني يا ود ما أريد أعطني يا إلهي ما أريد ماذا تفعل يا كنعان؟ وأنت ابن أول الرسل نوح عليه السلام نبي مرسل بالحق والهدى كيف تجرأت على أبيك؟ وتركت عبادة الله الواحد الأحد وتوجهت لعبادة الأصنام والأوثان حقاً قل إن الهدى هدى الله واستمر هذا العذاب طويلاً سنوات تلو سنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبداً رغم مرور مئات الأعوام على ذلك أبي حما تزداد يا أمي قلبي يتمزق خوفاً عليك يا ولدي سأضع لك قطعاً من القماش المبلل من؟ تفضلي تفضلي سلامتك يا مهدي ماذا بك؟ أتأتين بنفسك يا مولاتي إلى هنا للاطمئنان على خادمك خادم؟ لماذا تقول هذا يا مهدي؟ نحن أصدقاء أتذكر؟ هل للسحاب أن يصادق التراب؟ وهل للنجوم المضيئة أنت صاحب النكرات؟ لا تقول هذا يا مهدي أنت شاب مكافح تقوم بواجبك تجاه نفسك وأبوي وماذا لو أحب الشاب المكافح الأميرة؟ لو أحب الشاب المكافح الأميرة فليتقدم للزواج بها إنها حكايات الأطفال يا أميرة الجميلة ومن أين تأتي الحكايات؟ من الواقع لكن الناس في الواقع درجة إلى مولاة الأميرة فلا تنزلي من عرشك من أجل صعوك في نظر أبيك الأمير هل تريد طبيب القصر؟ لقد جئت فقط لأطمئن عليك أنت مثال للبنت المهذبة مثل أمك التي رحلت وأنت طفلة ومن الذي رباني بعد موتها يا أمي قويسا؟ أنا أنا من قمت بهذا يا هوزاء إذن فأنت الأميرة يا أمي أستأذن الآن لتستريح يا مهدي ما هذا يا مهدي؟ كان لابد أن تحدثها بشكل أفضل من هذا يا أمي يا أمي أنت تعلمين أني أحب هوزاء منذ طفولتنا ولكن ولكن ليس لي أمل في الزواج بها أنت لا تعلم الغيب يا ولدي ربما يحدث أمر هو أكبر مما في خيالك نحن لا نعلم الغيب سرقوك سرقوا أموالك يا سامق لقد قلت لك إنك رجل سازج لا تستطيع حماية أموالك ولكني لن أقف مكتوف الأيدي بإذاء هذه المحزلة أنت تنظر إلى هذا الذي حدث على أنه مصيبة وهل هناك مصيبة أكبر من ذلك؟ نعم هناك مصيبة أكبر من هذا بكثير وما هي؟ فأنت عقلنا المفكر نوح 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 يقول إنه قد أتاه وحي من السماء ببناء سفينة في الصحراء أضحكتني أضحكتني وقد كان قلبي حزينا سفينة في الصحراء كيف؟ إنما أخشاه يا سامق أن يتبعه العبيد فيكون قوة تحاربنا أي قوة تقصد؟ إنه رجل ضعيف إذا اتبعه الناس فلن يكون ضعيفا يا سامق إذن؟ علينا أن نحاربه بكل ما أتينا من قوة هذا ما سأفعله هذا بالضبط ما سوف أفعله ما سوف أفعله اشتركوا في القناة